السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بالنسبة للسؤال بتاع خونا اللي بيقول الفرق بين التنر الدوكو والتنر الفرن طيب هو يعني الحمد لله الموضوع بسيط جدا ما فيوش اي مشاكل يعني التنر الدوكو ده عبارة في دهانات اسمها دهانات دوكو ده دهانات بتكون وان كيه حاجات مش بتاخد مصلب وفي عندنا التنر الفرن ده بيكون خاص بالدهانات الفرن اللي هي دهانات العربيات بقى اللي هي التوكي اللي هي بتاخد مصلب فيعني ادي الفكرة كلها ببساطة ده تنر خاص بنوع دهان اول الاتنين تنر والاتنين هيشتغلوا على بعض لكن ممكن يحصل مشاكل يعني لو ضفنا بالاخص التنر ده لو اشتغلنا به على الويات الفرن احنا عارفين الويات الفرن اللي عندنا اللي هي البيس كوت اللي هي الالوان اللي داخلها المونيا ومتالك وبرلات وكلام من ده التنر الدوكو ده لما بيدخل عليها بيطفي اللمعة او بيطفي البرلات والالوان المتالك والالمونيات وكلام فافضل حاجة دايما خلي كل حاجة لحاجتها التنر الدوكو ده يشتغل على الدهانات الدوكو اللي هي الدهانات الخاصة بايه بقى؟ بيعملوا بيها الأخشاب يعملوا بها حاجات الأسطر الحاجات اللي هي دي الأول كانوا بيشتغلوا علا في العربات قبل ما ينزل البيات الفرن نزلت البيات الفرن اللي هي بقى داخلها مصلب حاجات أقوى طبعا والبيات الفرن بردك عايزين يعني في بوية فرن اللي هي البيات السادة أحمر أحمر سادة يعني هو الأحمر هو بياخد مصلب وكل حاجة وممكن تلاقي تاني الأحمر ده اللي هو الأحمر بيس كوت يعني طبقة أحمر مطفية وفوق منها طبقة الورنيش الإكراليك اللي هو بياخد مصلب إنما الأحمر المطفية دي بتاخد تنر بس ما بتاخدش مصلب وبعد كده بتاخد بقى طبقة الورنيش اللي بتاخد مصلب فالبيس كوت ده بيتخفى التنر والورنيش برده بتخفى التنر بيكون تنر فرن بيكون تنر فرن والتنر فرن هنا هتلاقي بقى ليه قصة تانية تنر سريع وتنر بطيق وتنر سريع جدا وتنر بطيق جدا وتنر مرمات اللي هو تنور التسيح الفيد قوت ليه الويات الفرن دي ويات غالية شوية اهتمامها طبعا بيكون اعلى علشان خاطر تطلع الجودة اعلى لانها تترش على العربيات يعني بتمشي بقى في الشوارع وحرارة ومطرة وهووي وفلازم تكون حاجات تستحمل واقوى والنهاية عرواية بتكون حديد ويعني حاجات بقى غالية بقى وكده اما التنور الويات الدوك وديا حاجات بتستعمل في حاجات جوه البيت اخشاب مش عارف ايه ده فمش عرضة ان هي يجي عليها شمس او مية او كلام من ده فبويا الويات بتاعتها بتكون مناسبة لها ان هي تشتغل عليها وبيكون في معاجين طبعا خاصة بال بسيستم الدوكو ده ممكن التنور الدوكو التنور فرن يشتغل على الويات الدوكو ولكن دايما نرجع الدعم الفني ونشر في الان المنتجات ولكن التنور الدوكو ده ما اتطبقهوش على الويات الفرن ما يتطبقش على الويات الفرن عشان خاطر ما يتفلكش اللامعة وكلام من ده فيه ناس بتجيب التنور الدوكو تبدأ تعمل ايه في اول وش مثلا بقى فرن تخف بتنور دوكو تدي وش واثنين وثلاثة اقوم جاي في اخر وش ايه ما يدي بقى التنور الفرن يعني الناس بتشغلها والحمد لله والامور تاقي ما فيش حاجة ولكن دايما خلي السيستم كامل احسن خلي السيستم كامل تتجنب بقى اي مشاكل ممكن تحصل حتى لو قدر الله حصل مشكلة تكون مستبعد انا بسبب التنور انا بسبب المصلب انا بسبب مش عارف ايه لا عشان خطر حاجات بسيطة خلي ده الواحد وده الواحد ونمشي لو قدر الله في مشكلة نعرف نشخص المشكلة بشكل سليم يعني بس كده عارفين احنا طبعا اللاكيهات في بويات لاكيه ده دي بويات فرن دي بويات دوغو في بويات لاكيه في برايمرات ايبوكسيات مش عارف ايه ده كل حاجات بيكون لها المصلبات والتنورات الخاصة بيها يعني يعني البويات لاكيه مثلا يقول لك خفاها بايه بنفض او جاز هو ده المزيب الخاص بيها نفس الكلام هنا ده اللي ده خاص بي ده خاص انما الجاز والنفض وكلام من ده ممنوع طبعا تتحط على اللي هو السولفينت اللي هو التنورات اللي هي دي يعني ولكن عايزين نقول ايه ان كل كل سيستم بيكون خاص بي وفي سيستم خاص بويات الاخشاب وفي سيستم خاص وكوكسي دي يعني فبس قدر فكرة كل رجال يعني الحمد لله الموضوع بس انتفش اي حاجة ولكن من حق برضك الرد يعني على الاسئلة ما لسه مبتدئة يعني الفكرة كلها رجالة كلنا بنساعد بعضينا على الموضوع لو بسيط او غير بسيط واللي عنده اي اضافة يسيبها في التعليقات التنور الدوكو ده او الباتو الدوكو ده اللي هي الاني سي النيترو سيلوز والفرن اللي هي سولد كالر او البيز كوتي يعني بس كنا لا تنسى نشفى الضعاء والسلام عليكم ورحمة الله بركاته